اشتركوا في القناة طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان أو الأمور اللي إلها علاقة بالرأس العمليات الصغرى تقليم الأظافر وحلاقة الشعر أو قص الشعر رح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 10 و27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل طبعا القمر بعديها لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر موجود في الحمل وعادة لما القمر يكون موجود في برج نتأثر دائما من بعض صفات هذا البرج فاليوم أو هاي الفترة نشعر بالطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها حاول أنه يعني بالفترة هاي منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون أو لأي جزء أو عضو من أعضاء الرأس يمكن في هاي الفترة تعديل قصة شعر أو إقامة حفل ما طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم في عنا زاويتين وحدة زاوية مع القمر سريعة وزاوية بطيئة بشكلها المريخ بالنسبة لزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ومنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة وهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين المريخ وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة عصرا طبعا هاي زاوية تأثيراتها أنه بيحقق البعض تقدما على حساب الآخرين بالنسبة للأمور العامة بتأثر على الأمور الاقتصادية أو الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك بعض الاستغلال من بعض الدول لبعض الدول اقتصاديا أو تحاول تتلاعب باقتصاد بعض الدول وبرضو في بعض الخسارات بتصير لبعض الشركات أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال المريخ من الأسد للعذراء وزي ما لاحظتوا بالأيام الماضية في بعض الدول يعني زادت الأمور اللي إلها علاقة بالعنف أو التحديدات أو التمرد أو يعني الأشياء اللي بيصير فيها تلاعب بالأنظم السياسية طبعا عادة هو المريخ لما ييجي بدو ينتقل من برج لبرج قبل بخمس أيام بيبلش تأثيراته السلبية وبعد الانتقال خمس أيام برضو بتظل تأثيرات موجودة فهذه الفترة دائما بتحمل غالبا معها أعمال فيها عنف أو فيها مشاحنات أو نوع من أنواع الحوادث بالأغلب هي بتتعلق بالنيران ولكن بما أن المريخ الآن بنتقل لبرج ترابي فهي بتأثر على الجو في أشياء يعني الطبيعة إلها علاقة بالرمال أو بالتراب أو بالأعاصير أو بالأشياء الطبيعية أكثر في بعض الدول رح تتأثر بأعمال إلها علاقة بالنيران ولكن مش بالكثافة الكبيرة طبعا انتقال المريخ هذا رح يكون في ساعات المساء مساء اليوم بنتقل المريخ من برج الأسد زي ما حكينا للعذراء رح يكون هذا الانتقال الساعة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة مساء رح يمكث في برج العذراء حتى منتصف ليل يوم خمسة عشر تسعة بيشعروا موليد برج العذراء بالنشاط والجراءة والرغب الجنسية ولكن ممكن يتسرعوا في تصرفاتهم بيستفيد معهم في الصفات المذكورة موليد الأبراج التالية الثور الجدي السرطان العقرب الحود وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب المريخ ساعة ولادته في برج العذراء وعادة اللي بنولد وبكون المريخ موجود في العذراء هذا شخص بيكون نشيط جدا في أعماله أو في إتمام أعماله جدير بالذكر أنه انتقال المريخ زي ما حكينا من برج لبرج دائما بيحمل معه شحنات من أعمال العنف والحوادث فيما يلي أبرز التأثيرات أو التحذيرات من انتقال المريخ طبعا المريخ ليش احنا بنحكي تحذيرات لأنه عادة المريخ هو النحس الأصغر فإلا يعمل مشاكل إلا يعمل أشياء في الأبراج أو يخلي الأصحاب الأبراج مندفعين أو متهورين في بعض المسائل إذا كان سعيد بعطي إيجابي في هذه الصفات ولكن إذا كان منتحس بعطي سلبي في هذه الصفات بالنسبة للحمل طبعا هو بيأثر على العلاقة مع الزملاء في العمل بدون يتجنبوا رفع حاجيات ثقيلة عن الأرض لأنه بكون عرضة للإصابات في أسفل الظهر يعني بكون أسفل الظهر أو الظهر نقطة حساسة ونقطة ضعف بالنسبة لهم بالنسبة لموليد برج الثور عدم المبالغة في تجربة الحظ المالي وخصوصا بأمور إلها علاقة بأوراق اليانصيب وعدم الاندفاع في العلاقة مع الأحباء وعدم ما حاولت فرض السلطة على الأحباء بالفتره أما بالنسبة للجوزاء بدهم يحذروا في أمور إلها علاقة بالأعمال المنزلية زي اللي بيعملوا بالمطبخ أو الأشخاص اللي بيعملوا في أشياء لها علاقة بالنيران بدهم يديروا بالهم من النيران ومن الأدوات الحادة من الإصابات أو خطر الإصابات أما بالنسبة للسرطان فهم بدهم ينتبهوا في أمور السفر داخل المدن من السرعة الفائقة أو التهور وأثناء تعاملهم مع الإخوة والجيران أو في علاقاتهم مع الإخوة والجيران بالنسبة لبرج الأسد هذه بتوفر لهم يعني من جهة بتوفر لهم فرص مالية ومكاسب مالية ولكن من جهة أخرى بتتصاعد عندهم النفقات بشكل كبير أما بالنسبة للعذراء هم أكثر المستفيدين من النشاط والجراءة ولكن ممكن يندفعوا في تصرفاتهم أو يتهوروا في بعض القرارات بتكون يعني بشكل مبالغ فيه بالنسبة للميزان بدهم يحذروا من أشخاص بيتآمروا عليهم من وراء الكواليس أو بيحاولوا أنهم يتصيدوا لهم أو يتآمروا عليهم خليها بكلمة يتآمروا عليهم بيكون أفضل ومن نصحهم مش طبعا أنهم يدخلوا أماكن مجهولة بالفترة أما بالنسبة للعقرب الحذر في التعامل مع الأصدقاء أول إشي من جهتك ما تحاول تفرض سلطتك على الأصدقاء ومن جهة أخرى بدك تكون دقيق بانتقاء الأصدقاء وطريقة التعامل معهم بالنسبة للقوس طبعا في العلاقة أو في علاقتهم مع المسؤولين أو اللي في مجال عملهم بدهم يديروا بالهم أنهم برضو يشوهوا سمعتهم لأنه سمعتهم بتكون على المحك الجدي بدهم يحذروا في أمور إلها علاقة بالسفر بين المدن وبدهم يبتعدوا عن الأماكن المجهولة بالنسبة لهم أما بالنسبة للدلو في الأمور المالية المشتركة وأي شيء له صلة بالضريبة بالتأمين بغرامات بدك تنتبهوه بشكل كبير بالنسبة للحوت في أمور الشراكة المالية والعاطفية يعني شوي بدهم يضبطوا عصابهم أثناء تعاملهم مع أزواجهم وأثناء تعاملهم مع شركائهم في مكان العمل بالنسبة للقمر بما أنه موجود في الحمل فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 30 سبعة بيبدأ فيه تمام الساعة سبعة و 37 دقيقة مساءً وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية و سبعة دقائق مساءً لينتقل القمر لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد 20 يوم في تمام الساعة ثمانية و 13 دقيقة مساءً بيصبح 21 يوم نسبة الإضاءة 65% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية هو سعيد الآن بنسبة 60% ولكن مع ساعات الظهر أو لغاية ساعات الظهر بتصير تتناقص النسبة هاي لتوصل لغاية 10% يعني بيكون سعيد بنسبة 10% في ساعات الظهر القمر في الحمل حتى يوم 37 سعيد بنسبة 30% عطارد في الأسد حتى يوم 11 ثمانية منتحس بنسبة 15% الظهرة في العذراء حتى يوم 16 ثمانية منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد وبدو ينتقل للعذراء ورحيم كتفي لغاية 15 تسعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلوب بيتراجح حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلوب بيتراجح حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم ثقتكم بأنفسكم بتكون كبيرة وبيعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجعوا بالدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره حاول أنك تتحرك وما تنتظر أن الفرصة هي اللي تيجي لعندك أنت بدك تتحرك باتجاهها وتبحث عنها وحاول أنك ما تضيع الوقت الفرص ممتازة خلال هذا اليوم حاول أنك تستغلها واليوم هذا برضو جيد لأمور العلاقة بالبداية الجديدة برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم القمر موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الجمعة فعشان هيك بتهدأ الوتيرة عندك وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة حاول أنه تمسك أعصابك لأنه اليوم ممكن تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر حاول أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة اليوم تقدر تعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقبة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون خصوصاً لزملائك بالعمل أو الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم أو الأصدقاء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبتقدروا اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة حاول أنك تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لاتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات حاول أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو الأوراق القانونية أو المعاملات إلها علاقة بالحكومة هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار تجارب مختلفة بتشعروا بالاعتزاز والفخر وممكن أنك اليوم يعني الأمور توصلك لمرحلة أنك ما تستسلم وما تردخل شروط ما بتناسبك يعني الأجواء جيدة حاول بس أنك تناقش بمنطق مرج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتكون متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي قدر الإمكان برج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بنوع من أنواع الهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي يعني ما في خوف عليك ولكن حاول أنك تتبع الإرشادات والتعليمات اتجنب المشاكل وحاول أنك ما تتسلط عن ناس اللي أنت بتتعامل معهم برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم هاي فيها اليوم فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية وكذلك لأمور إلها علاقة بالتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة هاي فترة إيجابية فحاول برضو أنك تستغلها برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة أكثر من الوضع الطبيعي حاول أنه اليوم تمسك عصابك لأنه ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات ممكن تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات برج الدلو ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريعه بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح في طرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب برج الحود بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو إله يعني إشي هيك زي هدية معينة ممكن يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تقدم على إنجاز معين أو تناقش صفقة أو اتفاقية اليوم حاول إنك تعمل بجد نظم شؤونك المالية امتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر